يبدو أن الظرف المغلق الذي قدمه رئيس الوزراء حيدر لعبادي إلى مجلس النواب والذي كان يضم أسماء مرشحين لشغل مناصب وزارية لم يمنع بذرة الخلاف من النمو داخل التحالف الوطني عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى اتخذ خطوات إلى الأمام بعد أن قدم مبادرة تصدرتها إزاحة لعبادي عن قمة هرم السلطة معللاً ذلك بعدم الرضوخ لحكومة تعيد المشهد إلى مربع التفرد بالحكم وسلطة الحزب الواحد الأمر الذي يوحي بأن صراع والخلافة بات بين تيار الحكيم وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الجهود الأمريكية بدت واضحة من خلال تحركات ممثل الرئاسة بيرت مكووريك الذي التقى حيدر لعبادي ثم الحكيم في محاولة لنفخ الروح بالعملية السياسية التي ابتدعتها السياسة الأمريكية في العراق مؤكداً وقوف المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى جانب بغداد في أزمتها الحالية ما يعني أن العراب الأمريكي يسير باتجاه واحد وهو المضي في العملية السياسية الحالية بالرغم من صراعاتها وخلافاتها والإبقاء ولو على حكومة هيكلية قد تكون منزوعة الإرادة المشهد العراقي لم يخل من الحضور الإيراني الفاعل وهو الدعم لجميع الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 والأيام المقبلة التي تسبق جلسة البرلمان قد تشهد منح الثقة لحكومة العبادي أو الدخول في متاهات التحالفات التي قد تتغير وفق المصالح السياسية والمذهبية ما يعني أن العراق سيبقى وفيا لمبدأ الفوضى الذي اعتاد عليها منذ 13 عاما وهو عمر العملية السياسية في هذا البلد ليس غريبا أن يجد رئيس الحكومة نفسه بحاجة إلى الدعم الإيراني والأمريكي بحسب تقاطع المصالح وضرورات المرحلة خصوصا أن طروحات من قبل حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات يعاد من خلالها رسم خريطة التوافقات السياسية وتحالفات الكتل من جديد وبمعنى آخر إعادة تأهيل الأسماء وشخوص التي برزت خلال الأعوام الماضية بما يتلاءم ونظام المحاصصة المعتمد وهو ما يخشاه الجميع في العراق عدا النخب السياسية الحاكمة فيه وهي المتهمة أصلا بالفساد وفق محللين موسيقى